تصاعدت على مدار الأيام الماضية وطيرة لاستعداد الانتخابات الرئاسية المقبلة حيث تهافتت أحزاب المولاة في إعلان تأييد ترشح الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي لولاية جديدة فيما كثفت أحزاب المعارضة من بياناتها الرافضة للولاية الثالثة والمشددة على ضرورة تداول السلطة ورغم أن أحزاب المعارضة لم تقدم بدائلة حتى الآن إلى أن قيادات لعدد منها يطمحون لحجد تأييد يؤهلهم لخوض المنافسة وحول المشهد السياسي في مصر معي ضيفي السياسي البارز الدكتور حسام بدروي برحب بحضرتك أهلا بيك أهلا بحضرتك هناك أكثر من خمسين حزب أعلنوا تأييدهم لترشيح الرئيس السيسي لولاية جديدة من بينهم حزب الأغلبية النيابية كيف ترى هذا التطور؟ حزب الأغلبية طبيعي أنه الرشح الرئيس والخمسين لكن أنا حياة ما بفهمش يعني حزب مولاة وأنت إما حزب بتحكم إما إنت حزب معارض أما حزب معارض بيؤيد الحزب الحاكم فلينضم إليه فهي الحقيقة الصورة هزلية شوية ده بالنسبة ليه الخمسين حزب؟ المولاة فهمة من تصريحات حضرتك السابقة أنك ترفض ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية تالتة هل ده صحيح؟ لأ أنا قلت بالزبط عشان يكون واضح أنا واحد من الناس اللي اعترضوا على تعديل الدستور لإعطاء فترة تالتة للرئيس الحالي أنه رشح نفسه مرة أخرى أنا ما وفقتش على تعديل الدستور لكني أحترم الدستور هل من حقه أنه رشح نفسه بعد التعديل الدستوري؟ من حقه؟ لكن أنت حدك كده لم تعلم أنا موافق ولا مش موافق؟ لأ أنا بقول لو هو لم يرشح نفسه في المرة الجاية يدخل التاريخ لكن أنا مش من حقي أنا أقول له مواطن رشح نفسك ولا قد رشح زر رشك ده مش من حقي نمر اتنين أنا بقى أعطي هذا الكرسي أهمية قصوى في مصر لأنه إحنا دولة مركزية جدا فاللي هيرشح نفسه لازم يكون عنده خلفية سياسية ويكون عنده تنظيم ويكون عنده اتفاق مع القوات المسلحة ممكن أتكلم مع حداك بصراحة؟ طبعا حلو قوي جملة اتفاق مع القوات المسلحة ده كان موجود في مصر في 2013 الإخوان والجيش هما أكبر جهتين منظمتين هي القوات المسلحة لكن في جهة ثالثة الحزب الوطني الحزب الوطني اللي تم إقصاءه من الصورة فتم تسليم السلطة للإخوان دي هقف عندها كتير الحزب الوطني سأرجع لها تاني إنما دلوقتي في المرحلة الراهنة هل هناك قوة يعني في قوتين زي القواتين اللي كانوا موجودين وقتها؟ آه موجود لقوات المسلحة لكن هل هناك قوة مدنية أخرى مواجهة لقوات المسلحة؟ إذن من سيختار الرئيس القادم؟ عشان كده بقولك إحنا في مأزق إحنا في مأزق سياسي غير مسبوك في مصر يعني إحنا أثناء 2011 لما السلطة وقعت والحزب الشعبي اللي كان في رأيه بالحساب يحظى بتلاتين في المية من أصوات الناس هل بنت خبات حرة نزيها؟ تلاتين في المية تلاتين في المية هشترك في الحزب الحاكم أكيد هبقى تلاتين في المية لا هو الحزب كان بياخد تلاتين لخمسة وتلاتين في المية وينضم إليه كل الأحزاب الأخرى عشان تبقى في إطار السلطة خلي بالك دي دي تركيبة ثقافية في المجتمع المصري إن كل الناس عايزة تبقى وصلة للسلطة التنفيذية لأنها هي السلطة الأساسية وده على فكرة ما هواش عيب في الناس عيب في السلطة النائب اللي عايز يعمل بلده حاجة عايز يتصل بالمحافظ واتصل بالمدير الأمن ومدير التعليم ومدير الصحة وما روش طريق آخر غير إنه يبقى في الإطار ده مرة أخرى بقى هرجع لنفس الموضوع إنه لأ النهاردة مفيش حزب حاكم هي فيه سلطة تنفيذية حاكمة وده مش عيب في الناس ده عيب في نظام الحكم اللي ما خلاش فيه بدائل ممكن تتواجد طيب دكتور حسين من خلال مشاهداتك ووقت الحزب الوطني والآن من اللي يازي يمنع تداول السلطة في مصر؟ إن كل سلطة حاكمة وأنا بفترض حسن النية بترى إن بدونها البلد تتفك ويقبى فيه فوضى نفس الكلام تكرر عبر سنوات حكم لو حكمت المعارضة كيف يمكن لها أن تتعامل مع أجهزة ونظام الحكم الحالي التي كانت ترفض وجودها بالأساس؟ هو خلي بالك إن المعارض أو الحزب المعارض إذا ما تواصلش مع الجمهور ما أدخل في الحياة السياسية يعني أنا لما أطلع أتكلم أو أكتب مقال يمنع من النشر أو أعمل مؤتمر لازم أخذ إذن السلطة التنفيذية فيه أنا فاقد حريتي في التواصل مع الجمهور إزاي خلي الناس تسمعني؟ إزاي خلي الناس تختارني؟ ما لازم يبقى عندي أدوات إذا الأدوات دي تبقفولة هيبقى كلام أفراد كلام مفكرين لكنه ما هوش جمع يخلق قوة ضغطة إحنا محتكين قوة ضغطة للإصلاح أنا طول عمري شايف أن القوة ضغطة للإصلاح لازم تكون من جوا النظام أنا مش بتاع صورات أحدك بتقول من أعلى لأسفل أنا أعتقد انخيوط في إيد الرئيس دلوقتي وأعتقد أنه هو في اختبار صعب جدا جدا أمام التاريخ أنه هو يحط الأسس لبناء مؤسسي لحكم البلاد لا يعتمد على الشخص ولا يعتمد فقط على القوات المسلحة لازم نبقى فاهمين أن التنمية والعدالة هم محوري المستقبل في مصر وعلى فكرة أنا ما بقول العدالة الناس بتفتكر القضاء فقط ده في عدالة اجتماعية وفي عدالة انتقائية وفي عدالة انتقالية مكتور حسام اسمح ليسأل حضر لك السؤال ده هداك جايب الشجاعة دي منين ما عليك شناسفة يعني لكن مصر عرفت على مدار سنوات كان مش أنا اللي بقول لكن منظمات حقية تكلمت والواقع الحالي حتى هداك ممكن في تصريح في أحد كلامك تكلمت عن الحبس الاحتياطي وحرية الرأي والتعبير احنا ما نعرفش عدد المعتقلين هداك قلت نصرا كده ما حدش بيعرف عدد المعتقلين الموجودين في السجود هداك جايب الشجاعة اللي بتتكلم بيها دلوقتي زي بشوفي جمال السوشيال ميديا ان هي وصقت حاجات التاريخ بينساها يعني انا 2005 في عز سطوة الحزب الوطني والنظام الرئيس مبارك كنت بقول تدول سلطة انا متغيرتش انا احساسي بمسؤوليتي تجاه وطني مفيش فيها يخوف وانا مش عايز حاجة من حد انا مش عايز حاجة انا فعلا كده فالشجاعة دي جاية من استغنائي عن الفوز بشيء شخصي وان انا بقول ما يقوله الدستور بتاعنا وبقول اللي بتقوله العدالة وبحكي اللي التاريخ بيقول نفع ازاي وما نفعش امتى هو في حاجة في الدنيا في حاجة دلوقتي ممكن يتكلم على ملكية الدولة لوسائل الانتاج بعدما الاتحاد السوفيتي وقع يعني المصنع قفل والوكيل شغال في مصر ما نفعش المعارضة المصرية منقسمة على نفسها لم تستطيع الوقوف وراء مرشح بعينه هل تتخيل انها تستطيع ان تحكم مصر او ان تخون انتخابات رئاسية او تتطفق في انتخابات رئاسية ما هو مين الخلق الوضع ده يعني لما الرئيس مبارك الله يرحمه قال لي انا لو مشيت يا دكتور يا الجيش يا الاخوان اه قلت له حضرتك لو مشيت غزبا عنك يا الجيش يا الاخوان لو مشيت بقردتك وقضت انتقار للسلطة المؤسسي مش هيبة يا الجيش يا الاخوان انا بقول الكلام ده ليه لان هو اللي في ايده منين البلاد نقلة دستورية فيها تدول السلطة هو الرئيس الحقيقي تدول السلطة لمدني لحكومة مدنية مدني احنا الدستور بتاعنا بيقول ايه نحن دولة مدنية حديثة الدولة المدنية الحديثة ده فيها حاجات محددة الدولة المدنية الحديثة فيها استقلال السلطات عن بعض التنفيذية عن التشريعية عن القضائية عن الاعلام الدولة المدنية الحديثة ما فيش حد يخش السجن الا من خلال القانون والقانون ما يبقاش انتقائي والقانون ما يطبقش عليك ما يطبق علي والدولة المدنية الحديثة فيها اعتراف بالتعاقدات وهي مش ضد الدين لكنها لا تسمح بحكم الدين السياسي دي دولة مدنية حديثة ايه اللي في الدستور انا ما بقولش اي حاجة دي شجاعة شجاعة ايه ده انا بقوله اللي مكتوب في الدستور اللي الناس نزلت صوتت عليه احمد التنطوي من الوجوه المصرة على الدخول في الانتخابات الرئاسية البعض بيتوقع مصير تنطوي زي مصير ايمان نور بعد انتخابات 2005 هل ترى ذلك؟ طبعا اللي بيتوقع كده بيقيس على ان كل واحد دخل انتخابات رئاسية تم ازياته بشكل من الاشكال احمد تنطوي لا يمثل ايديولوجياتي التي اؤمن بها انا لبرالي اجتماعي انا مع نظام الاقتصاد الحر ومع مسئولية الدولة المعروفة احمد تنطوي قدني الانتباع انه يساري ناصري انا مش متفق معاه لكن ايه احترمه وانا قعدت معاه كلمت معاه وقلت له برافو عليك انك انت مصير انك انت تبني موقفك وتقوله بصراحة حتى لو ما كانش يعجب الناس لكن انا هنتخبه ده موضوع تاني حضرتك اتكلمت بنفس الطريقة دي في حوار وبعدها خرجت اعتذرت عن ما قلت وقلت انه ده فهمة خطأ لماذا في اليوم السابع ما حصرش ان انا اعتذرت عمري باعتذر عما اقول تب قولي حضرتك انا قلت فهمة خطأ ايه ولا فهمة خطأ هو ده انا بقول للناس ايه نقشوني في اللي انا قلته لكن ما تنقشونيش في اللي الاخوان قالوه على اللي انا قلته في فرق جبير بين اتنين ما تنقشونيش في واحد بيستخدم كلامي استخدامات لاغراض لكن هو انا قلت ايه انا قلت ده داول السلطة قلت حقوق الناس قلت انا مش فهم قلت انا لا انتقد الرئيس يعني كلمة تداول السلطة انا انتقدش الرئيس انما تداول السلطة في الوعي الجامعي المصري معناها انتقد الرئيس انا بانتقد اشياء كتيرة تمت في عهد الرئيس زي مد فترة فترة الفترة الانتقالية انا في رأيي انها خلصة 2018 منتقد جدا لكن دا ما كانش اتفاق دكتور حسين من البداية ان هي فترة انتقالية ان الرئيس جاي لفترة انتقالية دا ما كانش اتفاق لا هو الفترة الاولى بتاعته كان فيه فراغ سياسي كان فيه فراغ اقتصادي وكان فيه تدخل للدولة لو في خمس سنين ما حصلش ان انا قدرت ان انا اأمن الدولة يجي غير يأمنها يعني مش عيب نمر اتنين انا بقوله ما زلت انا هنتخب انتخب رئيس او حكومة ليس مكافأة على ما مضى انا بنتخبها املا في اللي جاي فمحدش يقولي دا شفت دا تعمل وتعمل وتعمل اه خير تعمل دي وظيفتهم الحكومة هي خادمة الشعب وليس تسيده فرق كبير جدا في المفهوم ان انا اقول مش كفاية عملنا لكم مشروعات ولا كفاية عملنا لكم محطات كهرباء دا ما انت لازم تعمل طب هي ما كانتش نفس اللغة السائدة ايام مبارك يمكن استخدام عبارات مختلفة لكن هي نفس اللغة اللي هي ايه احنا عملنا احنا سوينا احنا افتتحنا اه طبعا نفس اللغة بس كان فيه مساحة اكبر في رأيي يعني كان فيها مساحة اكبر من داخل الحزب الحاكم وانا كنت بمثلها بتقول يعني انا في اخر اجتماع قلت لهم مش احنا حزب الاغلبية انا بحس ان انا اقلية لما بعود مع الناس هو في حد ممكن يقول الكلام دا الا بالصراحة اللي انا متعود عليها لان احنا ما نعميش عينينا بان المجتمع ساعات ينافق السلطة ساعات زيادة عن الزوم هل لديك نية الترشح للرياسة دكتور حسام نعم لديك نية للترشح للرياسة لا نهائي طب متى تفكر في الترشح للرياسة متى ارجو ان يفهم كنامي صح الترشح لمنصب رئيس مصر دا حاجة في غاية الخطورة وكبيرة لازم يكون ورايا مؤسسات تقدر تقوم بالحكم ولازم يكون عندي اتفاق مع القوات المسلحة ان دا مش ضدها ولازم يكون في حيادية من اجهزة الدولة لمرشح امام الرئيس اجهزة الدولة بتشتغل مع الرئيس الحالي ام فيعني هتخشي هتخشي منافسة ازاي لما الاعلام مع حد منافس والسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية كل السلطات مركزة فما فيش حيادية ام فلا في حيادية ولا في مساحة حرية تسمح بالانتقاد بالناس بتزعل بالانتقاد حتى لو كان ايجابي ويبني ولا يهدم ام طب ليه البعض بيقول ان المعارضة بيشتد عدها لما بتكون لما بيكون النظام ضعيف ولما بيأتي الدوء الاخضر من الخارج كلها افكار المعارضة القوية تيجي في نظام قوي المعارضة الضعيفة تيجي مع النظام ضعيف المعارضة القوية يستلزب وجودها نظام يحكم بالعقل والعلم والدستور وبعدالة تقوم تبان المعارضة اللي بتقول على فكرة انا ممكن اعمل ده احسن منك يقوم الناس يقولوا انها اختارك عشان تعمل اللي قلته وهمشيك اذا ما عملتوش اما اذا كانت الامور ثابتة كل اللي بتعمل هو احسن ما يكون فما فيش معارضة اشكرك دكتور حسين بدراوي مفكر المصري شكرا جزيلا لنوجودك على شاشة بيديو شكرا جزيلا